التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السبعة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وكذا نفذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتبارها أولوية قصوى لمصر واشدد الرئيس السيسي على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد أيضا التطارق إلى الأوضاع في لبنان والتصعيد المتبادل الذي شهدته المنطقة مؤخرا حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية التواصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه ويحمي استقراره وأمنى شعبه للشقيق كما حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي نفت القوات المسلحة بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا وأكدت القوات المسلحة أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل وتهيب بالجميع تحرد دقة فيما يتم تداوله من معلومات وتؤكد القوات المسلحة أنها هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والدفاع عن شعبه العظيم بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزير العلاقة الدولية الأغندي هنري أوكيلو أوريام سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأكد عبد العاطي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين ودعم مصر لعملية التنمية في أغندا من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في أغندا وتناول الجانبان خلال مباحثات عددا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين هذا وقد تم الاتفاق على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية رفع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب دعوة قضائية ضد شبكة سي بي أس بسبب مقابلة مع منافسته الديمقراطية كاميلا هارس وذيعت في أوائل أكتوبر الماضي ووصفتها الدعوة بأنها مضللة وفقا لوسائق مقدمة للمحكمة وتزعم الدعوة التي تم رفعها أمام محكمة في تكساس أن الشبكة بثت إجابتين مختلفتين من رد هارس على سؤال يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة ولم تتضمن النسخة التي تم بثها خلال برنامج 60 دقيقة في 6 أكتوبر ما وصفته الدعوة القضائية بالرد المشوش من هارس حول تأثير إدارة بايدن على سلوك إسرائيل في الحرب وقال متحدث باسم الشبكة إن مزاعم الرئيس السابق ترامب المتكررة ضد برنامج 60 دقيقة كاذبة والدعوة القضائية التي تم رفعها ضد السي بي أس لا أساس لها على الإطلاق وسنتصدى لها بقوة على حد قولي انتظم منتخب الشباب لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني في معسكر مفتوح بمشروع الهدف بمدينة أكتوبر في بداية استعداده للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهايات كأس الأمم الإفريقية ويواصل للمنتخب تدريباته تحضيرا لخوض التصفيات التي تنطلق يوم الرابع عشر من نوفمبر بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ويعتبر هذا المعسكر هو الثاني تحت ولاية ميكالي الذي تعاقد معه اتحاد الكرة من أجل بناء جيل قوي على غرار ما فعله مع المنتخب الأولمبي الفائز بالمركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس عشرين أربعة وعشرين افتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بطولة العالم لكرة السرعة والتي تصدفها الصالة المغطى باستاذ القاهرة الدولي خلال الفترة من الواحد والثلاثين من أكتوبر حتى الواحد من نوفمبر المقبل هذا وأكد وزير الشباب والرياضة على دعم القيادة السياسية للفاعليات الرياضية الكبرى والتي تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع الرياضة في مصر وإتاحة الفرص للشباب للتنافس على أعلى المستويات العالمية مشيدا بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبها هذه البطولات في توطيد العلاقات الرياضية والثقافية بين الدول الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة عشرة دول بمشاركة ما يقارب من 140 لاعباً ولاعباً